الجيش الوطني يؤكد جاهزيته لرضع ميليشيا الحوثي واللواء ثوابى يتفقد مواقع القوات في الخطوط الامامية جنوبية مأرب الرئاسي يشدد على مضاعفة مسؤولية المجتمع الدولي لانهاء معاناة اليمن والتزام سعودي امريكي باحلال السلام عبر الحل السياسي تحذير حكومي ودولي من خطورة الازمة الاقتصادية في ظل توقف تصدير النفط نشرة التاسعة من يمن شباب اهلا بكم البداية عسكريا حيث اكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابى على جاهزية قوات المنطقة واستعدادها الدائم لرضع ميليشيا الحوثي الارهابية حال صدور توجيهات من القيادة السياسية والعسكرية جاء ذلك خلال تفقده مواقع انتشار تلك القوات في الخطوط الامامية من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب في الوقت الذي تواصل ميليشيا الحوثي الارهابية تصعيدا مسلحا في جبهات مأرب واشاد اللواء ثوابى بتضحيات المقاتلين دفاعا عن الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية كما اكد واشاد بمستوى انضباطهم وجاهزيتهم القتالية من جهاتهم اكد القادة والجنود جاهزيتهم واستعدادهم لدحر الميليشيا الحوثية من كل المناطق التي تحتلها بالقوة واستعادة مؤسسات الدولة وتطبيق النظام والقانون في ظل الدولة الاتحادية القوية دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الى تكامل كافة الجهود مع المساعي الحميدة للسعودية والامم المتحدة لتجديد الهدنة واطلاق عملية سلام شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا وشدد العليمي خلال لقائه في الرياض وزير الدولة للشؤون الخارجية الاسترالي تيم واتس شدد على مضاعفة مسئوليات المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانهاء بعانات الشعب اليمني وانتهاكات الميليشيا الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي من جانبه اكد مساعد وزير الخارجية الاسترالي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في البلاد وكافة الجهود الاقليمية والدولية لوقف الحرب واستعادة الامن والاستقرار في اليمن نفى مكتب المبعوث الاممي في اليمن وجود اي تغيير في خطة الامم المتحدة لإحلال السلام واكدت ميء الشيخ مسئولة التواصل والاعلام في مكتب المبعوث ان الوساطة التي تقودها الامم المتحدة في اليمن لا في اليمن لم تنقطع ولم تتغير اهدافها منذ ابرام اتفاق الهدنة في العام الماضي يأتي هذا بعد ان نقلت وكالة الانضول عن مصدر سياسي يمني ترجيحه في ان تتجه الامم المتحدة لطرح خطة سلام جديدة في اليمن مع توقف الاتصالات السعودية مع ميليشيا الحوث الارهابية ونقلت الوكالة عن المصدر القولة ان الخطة ستطرح قريبا وان الامم المتحدة بدأت الان جهودا منفصلة عن الجهود الاقليمية لمحاولة التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار في اليمن واجراء مشاورات لبناء الثقة في الجوانب الاقتصادية والعسكرية قبل الانتقال الى مفاوضات شاملة لتشارك السلطة المصدر اكد ايضا توقف اتصالات الرياض والحوثيين وقال ان الفرصة متاحة للامم المتحدة لقيادة الجهود وابقاء زخم السلام واستمرار التهديئة القائمة في الملف السياسي ايضا جددت الولايات المتحدة والصعودية التأكيد على التزامهما المشترك بانهاء الحرب في اليمن عبر الحل السياسي الشامل التأكيد ورد خلال لقاء جمع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في جدة حسب بيان لوزارة الخارجية الامريكية واكد الجانبان وفقا للبيان التزامهما المشترك على تعزيز الاستقرار والامن والازدهار في جميع انحاء الشرق الاوسط وما وراءه من خلال اتفاق سياسي شامل لتحقيق السلام والازدهار والامن في اليمن في ملف تنجنيدي الاطفال رصدت الحكومة تزايداً في انتهاكات ميليشيا الحوث الارهابية بحق الاطفال في مقدمتها انشطة التجنيد وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عمر عرمان ان الميليشيا الحوثية مستمرة في انتهاكاتها بحق الطفولة بشكل صارخ ومتزايد دون استجابة للجهود والمواقف الدولية التي اولت هذا الملف في اليمن اهتماماً بالغاً واكد خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول حماية الاطفال في النزاعات المسلحة اكد ان الميليشيا فتحت مراكز تجنيد تحت مسمى مخيمات صيفية لأكثر من سبعمائة الف طفل تقوم بتلقينهم افكاراً ارهابية متطرفة الى جانب ارسال الالاف من الاطفال الى ساحات القتال والاعمال العسكرية وكانت منظمة ميون لحقوق الانسان كشفت في بيان امس الثلثاء ان الميليشيا خصصت ثلاثة مراكز مغلقة لتجنيد الاطفال بينهم افارقة في محافظات صنعاء وصعدة وحجة مستغلة ما تسميها المراكز الصيفية هذا ورحبت الحكومة مجدداً بقرار الامم المتحدة الخاص بشطب قواتها المسلحة من القائمة السوداء الخاصة بتجنيد الاطفال المعلن في يوليو من العام الماضي جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان في الحكومة احمد عرمان اليوم في العاصمة الناروجية اوسلو مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة الخاص بالاطفال والنزاع المسلح فيرجينا جامبا واستعرض عرمان خلال اللقاء الاليات التي اتخذتها الحكومة للحد من استخدام الاطفال اثناء النزاع المسلح بينها انشاء ثمانين نقطة اتصال ووحدات حماية الاطفال في كافة المرافق العسكرية والامنية وفي المقابل اشار الوزير عرمان الى انتهاكات ميليشيا الحوثي اتجاه الاطفال في اليمن وتوسع انشطاتها الاجرامية بحق الطفولة التي تشمل القتلى والتجنيد والقنصة وحجد الاطفال الى جبهات القتال من جهتها اكدت المسؤولة الاممية الحرصة على تقديم الدعم للاطفال في اليمن والحد من حجدهم الى الجبهات واستهدافهم بالعمليات العسكرية في الملف الانساني يواصل مختطفون على خلفية مشاركتهم في تشيع جنازة ناشط عبد الرزاق المكحل في مدينة اب اضرابا عن الطعام في سجون ميليشيا الحوثي الارهابية مصادر حقوقية افادت ان اربعة من المختطفين على ذمة المشاركة في التشيع بدأوا منذ ايام اضرابا مفتوحا عن الطعام قبل نقلهم من سجن الامن السياسي في محافظة اب قبل ايام الى سجن مجهول يعتقد انه في صنعاء لاجبارهم على رفع الاضراب المصادر كشفت عن مخطط للميليشيا لشن حملة اختطافات لبعض الناشطين والاعلاميين المؤثرين في المحافظة ضمن مسعيها لارهابهم ومنعهم من نشر انتهاكاتها الممنهجة ضد الاهالي ياتي هذا فيما تواصل ميليشيا الحوثي اختطاف العشرات ممن شاركوا في تشيع جنازة المكحل وممارسة صنوف من التعذيب النفسي والجسدي بحقهم في سجون الامن السياسي والبحث الجنائي وسجون اخرى في مديرية المشنة الى الحديدة حيث اختحمت ميليشيا الحوثي الارهابية منزل محام في مركز المحافظة واختطفت شقيقه واقتادته الى احد سجونها مصادر محلية قالت ان علاصر الميليشيا برفقة مجندات من كتائب ما يعرف بالزينبيات اختحمت منزل المحام احمد الكعبي في مدينة الحديدة فجر الاثنين واختطفت شقيقه محمد واقتدته الى سجن ادارة البحث الجنائي بالمدينة ورصد مراقبون تزايدا في الاعتداءات والانتهاكات بحق المحامين والمحاميات في مناطق سيطرة الميليشيا كان اخرها اختطاف المحام عارف القدس نهاية الاسبوع الماضي ومصادرة منزله في صنعاء على اثر خلاف نشب بينه وبين قاض موال للحوثيين ميليشيا الحوثي الارهابية تواصل استهداف المدنيين في عموم ارجاء مدينة تعز المحاصرة ومؤخرا استهدف قناص الميليشيا المواطن سعيد احمد في قرية الشقب ما ادى الى استشهاده المزيد من التفاصيل في التقرير التالي ضمن سلسلة انتهاكاتها المستمرة منذ ثمانية عوام بحق المدنيين تتسبب ميليشيا الحوثي بمفارقة المواطن الاربعيني سعيد احمد الحيا في جريمة جديدة ارتكبها قناصها المتمركز في تلة الصالحين المطلة على قرية الشقب في الجنوب الشرقي لمحافظة تعز بشكل شبه يومي يسقط الضحايا هنا ويخلفون وراءهم اسرا واطفالا دون عائل اليوم سعيد احمد عبدالله احمد هو الاخر بخص مباشر من قبل الميليشيات المدمركزة في تبة الصالحين هناك موت مستمر يحصد تلك الارواح البرياء في هذه المنطقة 231 ضحية هي الاحصائية الاجمالية لاعداد ضحايا القنص في قرية الشقب 35 منهم شهداء وفي عموم محافظة تعز تواصل ميليشيا الحوثي الارهابية حصد ارواح الابرياء من مختلف الفئات والاعمار ارهاب لا توقفه الهدى ولا جهود المفاوضات ولا نوايا السلام المزعومة كل ذلك لا يمكن ان يقف عائقا امام دموية الميليشيا الاستمرار دليل ان الميليشي الحوثي لن تعود للسلام ولا ترد دار السلام فالاستهداف المستمر وخاصة لمدنيين دليل انهم ليس في قامسهم السلام وكل ذلك يعود بسبب فشل المفاوضات السعودية وفشل الشرعية وهذا ما فتح الشهية الميليشي الحوثي الاستمرار في قرصة المدنيين تؤكد الانتهاكات المستمرة للميليشيا الحوثية ضرورة تحريك الجبهات العسكرية وعودة نشاط المعارك المسلحة من اجل كسر الحصار عن تعز وايقاف الارهاب المحيط بالمدينة من كل الاتجاهات بدلا عن الركون الى مفاوضات عقيمة لا يمكن ان تحقق مكاسب كالتي تحققها الارادة القوية على الميدان ايمن قائد يمن شباب تعز دفعت قوات درع الوطن بتعزيزات عسكرية الى العاصمة المؤقتة عدن من المخطط لها ان تتمركز في القصر الرئاسي في المدينة الواقعة فعليا تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات ونفذت القوات انتشارا في شوارع عدن وتوزعت على مداخل ومخارج مدريات العاصمة المؤقتة كما انتشرت عناصر اخرى من تلك القوات قرب الجولات والتقاطعات الطرق الرئيسية وشرعت في تنفيذ حملات تفتيش للمركبات والسيارات في النقاط الرئيسية والمستحدثة على الطرق الرئيسية داخل المدينة ومديرياتها اضافة الى نقاط اخرى منتشرا على الطرق الرابطة لعدن بمحافظتي لحج وابين وسبق ان دفعت تلك القوات بتعزيزات مماثلة قبل ايام ضمن توجه من السعودية لاحداث توازن للقوى في عدن لمواجهة اي مخاطر تهدد مجلس القيادة الرئاسي من قبل تشكيلات الانتقالي المدعومة من الامارات وفق مراقبين يواصل المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات تصعيده في حضر موت باعلانه عن عقد دورته السادسة لما يعرف بجمعيته الوطنية في المحافظة في ظل رفض رسمي وشعبي واسع لتلك التحركات هذا التصعيد يأتي بعد ايام على اقامة الانتقالي مهرجانا في المكلة في الثاني والعشرين من مايو الماضي بالتزامن مع الذكرى الوطنية الثالثة والثلاثين لاعلان الوحدة فيما تواصل مكونات سياسية وقبلية حضرمية في الرياض مشاورات ولقاءات منذ نحو اسبوعين لعرض المشروع السياسي الذي تتمسك به تلك المكونات المناهضة للانتقالي ومشروعه الانفصالي وتوعدت التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي في سوق قطرة بالتصدي لأي احتجاج يندد بموجة الغلاء المتفشية في المحافظة مصادر مطلعة قالت ان خلفان المزروع المندوبة الاماراتي في الجزيرة توعد بعدم السماح للسكان المحليين بالتظاهر تنديدا بموجة الغلاء وبالتزامن مع رفع شركة ادونك الاماراتية في سوق قطرة اسعار الوقود الى ثلاثين الف ريال للقالون الواحد من البنزين سعتا عشرين لترا وثلاثة وعشرين الفا لأسطوانة الغاز واضافت ان المزروع اعطى توجيهاته الى تشكيلات الانتقالي بقمع اي احتجاج في الجزيرة شرعت لجنة حكومية في اعمال تحقيق وتقص لأوضاع السجون والمحتجزين في محافظة الضالع الواقع تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان القاضي حسين المجدلي ان هذه الزيارات الميدانية تأتي للاطلاع عن كثب على اوضاع حقوق الانسان وتوثيق الانتهاكات المرتكبة والوصول الى الضحايا كما تهدف الزيارات الميدانية الى معاينة السجون ومراكز الاحتجاز بهدف تحسين الاوضاع الانسانية والقانونية للمحتجزين مصادر رسمية اشارت الى ان اللجنة الحكومية تسعى من وراء هذه الزيارة لتقييم وضع حقوق الانسان والاطلاع والتحقيق في عدد من الوقائع التي شهدتها المحافظة في الآونة الاخيرة تعهد صحفيون بمواصلة حملاتهم لتعرية وكشف الفساد في اجهزة الحكومة في المناطق المحررة جاء هذا ردا على اصدار سلطات النيابة في مأرب امر قبض قهري بحق ثلاثة صحفيين في موقع مأرب بريس والمصدر اونلاين هم احمد عايد ومحمد الصالح وعلي الفقيه بغرض التحقيق معهم وقال الصحفيون ان هذه الاجراءات غير القانونية هي محاولة لتهريب الصحفيين واسكاتهم عن محاربة الفساد وتعهد الصحفيون ممن وردت اسماؤهم في المذكرة بتحويل هذه الدعوة الى حملة محاكمة شعبية للفاسدين والمسؤولين ممن يستغلون مناصبهم في اصدار تعينات بتوظيف اقاربهم ومنحهم درجات قضائية وادارية بعيدا عن المعايير اعلنت الامم المتحدة عن موعد البدء في عملية تفريغ خزان صافر المتهالك الى السفينة البديلة خلال الاسبوع المقبل وقال رئيس الدعم القطري ومكتب الازمات في برنامج الامم المتحدة الامائي جانثو ماس هيمسترا في تغريدة على تويتر ان سفينة الدعم المتخصصة نيديفور ستبدأ عملية ضخ النفط من خزان صافر الى السفينة البديلة نوتيكا الاسبوع المقبل كما هو مخطط لها وقبل اسبوع اعلنت الامم المتحدة عن وصول سفينة الدعم الفني نيديفور الى موقع خزان صافر النفطي وكان منصق الشؤون الانسانية والمنصق المقيم للامم المتحدة في اليمن ديفيد جريسدي قد قال في وقتٍ سابق ان عملية النقل لن تزيد عن اسبوعين ما لم تكن هناك اي عرقيل حذرت الحكومة وصندوق النقد الدولي من خطورة استمرار الازمة الانسانية والاقتصادية في ظل توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية وارتفاع الاسعار جاء هذا في ختام اللقاءات الفنية السنوية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي والتي انعقدت افتراضيا وحضوريا على مدى عشرة ايام في العاصمة الاردنية عمان وشدد الجانبان في تلك اللقاءات على ضرورة تعزيز قدرات المالية العامة على الاستدامة والحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الاجنبية بطريقةٍ شفافة من اجل المضي قدماً في تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين كما شددت الاجتماعات على الحاجة الملحة الى تمويلٍ خارجيٍ اضافي للحفاظ على المكاسب المحققة وكذا حماية سعر الصرف واستقرار الاسعار ودعم عملية الاصلاحات المستمرة في الجوانب المالية والنقدية تواصل ميليشيا الحوث الارهابية منذ ثماني سنوات حرباً مفتوحةً ضد الاقتصاد الوطني في موازات حربها العسكرية ضد الدولة والشعب اليمني في مسعى منها الى انشاء اقتصادٍ سلالي على غرار تجارب حزب الله اللبناني الشرعي او الشيعي الموالي لايران لا تتوقف ميليشيا الحوثي لحظةً واحدةً في خربها الاقتصادية التي تخوضها ضد القطاع الخاص اليمني والاقتصاد الوطني بشكلٍ عام فهي تمضي بخطاً سريعةٍ للسيطرة على ما تبقى من سوق الواردات وإحلال اقتصادٍ طفيليٍ على حساب القطاع القديل خلال الفترة الأخيرة وبالتزامن مع التضييق الذي تمارسه ضد الشركات التجارية ونهب البضائع وفرض الجبايات والإتاوات المالية الباهضة أنشآت العديد من الشركات التجارية في مختلف القطاعات الانتاجية ومنها قطاع الوقود والغاز المنزلي والبناء والتشييد والغذاء لم تكتفي ميليشيا الحوثي بإغراق السوق بمنتجات رديئة الجودة ومغشوشة فقط بل عملت بمختلف الوسائل على محاربة المنتجات المحلية خصوصاً تلك التي تقع ضمن نطاق الحكومة مصادر تجارية انكشفت مؤخراً عن استيراد ميليشيا الحوثي بكثافة اسمنتاً سيئة الجودة من باكستان ودول أخرى ومغشوشة المكونات وتعمل على احتكار السوق عبر عدد من الشركات التي أنشأتها كذباً مثل الاتحادية والحديدة التي تنتشر بين محافظتي الحديدة وخجة وتوزع منتجاتها على أنها مخلية يأتي هذا بالتزامن مع إجراءات حوثية مكثفة للتضييق على القطاع الخاص القديم والبيوت التجارية الكبيرة للحد من نشاطهم الاستيرادي والتجاري حيث حولت الميليشيا خط الضحى الشام شمالي مدينة الحديدة إلى مدينة صناعية للبضاع المستوردة على حساب القطاع الخاص يشمل ذلك أيضاً إنشاء سلسلة من صوامع الغلال وحدت ميليشيا الحوفي من حركة الاستيرادي العديدة من الشركات ورجال الأعمال الذين لا ينتمون للجمعة حيث تشير مصادر في القطاع الخاص إلى أن بعض الشركات التجارية لم تستورد أي بضائع مؤخراً عبر ميناء الحديدة مع تراجع مستوى النشاط التجاري الأمر الذي أدى إلى تسريح مئات العاملين والموظفين في القطاع الخاص أعلنت وزارة الأوقاف عن الانتهاء من الترتيبات الأخيرة لاستقبال الأفواج الأولى من الحجاج اليمنيين وأكد وزير وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة مختار بن الخضر الرباش عن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لمساكن الحجاج في مكة والمدينة واستعداد شركات النقل لعمليات التفويج وأشار الرباش إلى استكمال ربط اللجان الميدانية في المنافذ البرية والجوية واللجان الميدانية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بغرفة عمليات واحدة دشنت السلطة المحلية في تعز المعرض السنوي الذي يقيمه معهد الخنساء لإبراز منتجات طالباته خلال العام التدريبي وشمل المعرض أقسام الخياطة والبخور والجرافيكس والطبخ المزيد في التقرير التالي تقف وفاء على الإنجاز الذي حاكته بخيوط الإرادة وألوان الحياة فبعد عامين من تعلم مهنة الخياطة في معهد الخنساء للنساء بمدينة تعز صارت تعرض ما أنتجته في يوم تخرجها سبب دخولي للمعهد إنه معهد حكومي وثانيا إنه الشغل كامل في بابترونات والبترونات هذا نادر ما تلاقي حد يشتغله خيطنا شغال حرفية وأشغال متعددة كثيرة والكادر كمان كان متعامل رغم نحن لقينا كثير من الصعوبات وتحسن هذا المعهد يعني موش ملفوت من القانب يعني من المنظمات من كذا تعبنا كثير فيه وبس الحمد لله خرقنا بحاجة حلوة ظروف معيشية قاهرة أنتجتها ثنائية الحرب والحصار الحثي أجبرت وفاء وزميلاتها على الالتحاق بمعهد الخنساء لتعلم مهنة تدر عليهن الدخل وتساعدهن في إعالة أسرهن نحن سعداء بهذه الزيارة وبهذا التجيل لهذا المعرض اليدوي المفدع والنوعي الذي هو عبارة عن نتاغ لمعهد المعهد التقني التجاري للخنساء هذا المعهد حقيقة من المعهد الرائية داخل التعليم الفني والتدريب المهني في تعز وفاء وأكثر من مئتين طالبة تخرجن من المعهد بمهن مختلفة في زمن الحرب والحصار يعيدنا هذا اليوم يوما استثنائيا في حياتهن هنا يعرضنا منتجاتهن والتسويق لها في معرض تقيمه إدارة المعهد لخريجاتها بهدف إخراجهن إلى سوق العمل هذا المعرض السنوي الذي نقيمه عادة في كل عام لإظهار مخرجات ومنتقات طالبات معهد الخنساء طبعا هذا المعرض هو نتاج لدراسة من طالبات أو أكاديميتهم التي تخرجوا منها فيشتعرضوا حقهم المنتقات هذه يعني فتح باب نافذة أو أسواق لهم أولا ثانيا تحفيز لهم بلغ عدد الخريجات منذ تأسيس المعهد في عام 78 عشرة آلاف خريجة من أقسام المعهد السبعة التي أخذت تتطور على نحو تدريجي أنا حاسبة وإدارة وإنجليزي وغرافيكس وديكور وقسم مهني اللي هو الخريجات أو الخريجات الإعدادية اليوم وبعد مرور أكثر من أربعين عاما على التأسيس ما يزال المعهد بلا مبنى يتنقل بين مباني مدفوعة الأجر والإعارة ولا يمتلك أي أصول ثابتة تمنحه الاستقرار والتركيز على التخصصات ومخرجاته في مدينة تفتقر لمثل هكذا معاهد عدر عزيز بحان يمن شباب تعز نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها الجيش الوطني يؤكد جاهزيته لردع ميليشيا الحوثي واللواء ثواب يتفقد مواقع القوات في الخطوط الأمامية جنوبية مأرم الرئاسي يشدد على مضاعفة مسؤولية المجتمع الدولي لإنهاء معاناة اليمن والتزام سعودي أمريكي لإحلال السلام عبر الحل السياسي تحذير حكومي ودولي من خطورة الأزمة الاقتصادية في ظل توقف تصدير النفط دمتم وآدام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة